موسيقى والقرضاء كان يعلم يعلم ما موجود في التراث الشيعي وفي الحسينيات والعشريات وفي خطبهما يعلم هذا لكنه كان في موقف سليم وصحيح ما بالله نخلي هذا الخلاف الطائفي والمذهبي والعقدي نخلي وقوداً لنار حرب حقيقية بين السنة والشيعة لا تبقي ولا تظهر فجأة تغير كل شيء ما هو المبرر؟ أنا أقول لكم سياسي سياسي كلامك من الأول مرة تسمعه ولكن عندما تتبع الملف لحالك ستقول عندنا أن يقول صحيح ما أريد أن أقوله الآن نقطة ثالثة لكي تعرفوا العالم أين يذهب وما يحدث وما يصدر منه إذا ارتهن نفسه للساسة والسياسة وبدأ يلعب لعبة الخل بين الدين والسياسة يأتي كثير بطال بصير كثير كثير القرضاوي الله يرحمه يغفر له له الحق كعالم كبير بلا شك أن يكون لهم أوقف فكري وفقهي وعقدي من ماذا؟ من أي أفكار يراها مخالفة أو شاذة أو كذا بل من واجبه أن يقولنا انتهى اجتهادي إلى كذا كذا صحيح؟ القرضاوي قضى قضى ردحا من الزمن كما صرحه من يوم زيارته لإيران سنة 1988 وهو في معسكر التقريب وهذا يحمد له ومش معناها أنك كعالم سني تدعو إلى التقريب مع الإخوة الشيعة أنك انت شيعي أو متشيع أو عندك موقف من الصحابة أو أبدا 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 يا مسلم سني كيف لو كان عالما هذا يحزنه هذا يغضبه صحيح؟ أن الصحابة يتمئي النيل منهم وخاصة أمهات المؤمنين لا يوافق عليها أي سني كيف لو كان عالم المعلماء السنة الكبار؟ أكيد هذا لا يوافق عليه ولا يرضى والخرضاوي كان يعلم يعلم ما موجود في التراث الشيعي وفي الحسينيات والعشريات وفي خطبهم ونبياء لكنه كان يعني في موقف سليم وصحيح أنه ما ما بدنا نخلي هذا الخلاف الطائفي والمذهبي والعقدي نخلي نخليه يعني وقودا لنار حرب حقيقية بين السنة والشيعة لا تبقي ولا تضرب تأكل أخضر اليابس موقف سليم وجيد ويحمد له فجأة تغير كل شيء على أي أساس ما الذي يتغير طيب ما تغير في المشهد؟ أنا رأيت أن دعوات التقريب بين السنة والشيعة لا يستفيد منها إلا الشيعة نحن قسرانون ويضحك لا نستفيد شيئاً نحن أولادنا بمعناها يعني هم الذين تشيعوا لحظة أنت عالم وأكاديمي يا دكتور لا عليك عندك درسة إحصائية عندك إحصائية؟ محمد حسنين هيكل الصحفي والكاتب الناصري ليس إسلامي هذا الموضوع كله لم يحمله على محمل الجد قال هذا كلام فارغ وكان بنتقد مين مبارك وفي زمن مبارك ليس إنه بعد كذا في زمن مبارك في محاضرة عمري ما أنسها في نادي القضاء قال أنا مستغرب من موقف الحكومة موقف الرئيس كذا كذا وقول لك لا تشيعوا كم واحد تشيعوا في مصر؟ كم مصر؟ كانوا أيها ما يمكن حوالي تسعين مليون كانت مصر كم؟ ألف ألفين؟ خمسة آلاف؟ إذا ماتت كثرة ستلاقي جدهم عشر مرات ملحدين ألحظوا إذا تشيعوا خمسة آلاف انتهت مصر انتهت السنة ثمانين مليون سنة صاروا في خطر يعني بل كلام فارغ فكلام فارغ هذا فما تقول لهم صار في خطر كبير على المعسكر السنة والعلم السنة لأنه شباب سنة في شباب شيعي تسنن يا حبيبي في كتئة شباب شيعي تسنن يا حبيبي وقال لك أن تردع العمر أو بكر في كل خطبة ستلاقي كثير شيعة تسننوا صحيح؟ لكن كثير نسبياً يعني أيضاً بضعة آلاف كلام فارغ كلام فارغ في الأخير سيضل الخط الشيعي هذا عمره ألف واربعمائة سنة والخطة السنية ألف واربعمائة سنة ليس سينتهوا انسى احلم أنه ينتهى واضح فما في مبرر يا شيخنا يا شيخ القردور رحمة الله عليه أنك تغير موقفك هذا التقيير الكامل يعني ما في مبرر علمي معرفي عقدي لا طب ما في مبرر أنا أقول لك سياسي سياسي ستقول لي كيف هذا كلام يكون لأول مرة تسمعه لكن لو أنت تبعت الملف لحالك ستقول لدينا من يحكي صح